مرحبا حضراتكم في الفقرة الأخيرة زي ما نوهنا في بداية الحلقة وحنتكلم في الفقرة دي عن ملف جديد من ملف الصحة اللي احنا بيهمنا جدا نترحى على حضراتكم ويبقى دايما فيه جديد بنقدمه كمان واسئلة حضراتكم اكيد برضو اللي بتتباعد بنبقى حرسين احنا نجاوب يعني كلها عليها لكن النهاردة الموضوع غريب شوية لان مش كل الناس عارفة هذا الموضوع حتى انا نفسي بكونت شعرف ان الموضوع مرتبط هنتكلم عن الارتباط القوي جدا ما بين السمنة والصداع والصداع اللي قد يؤدي الناتج عن السمنة لأسباب او امراض خلينا نقول كده وحشة جدا يعني كل ده هنعرفه وهنفهم اكتر لان ملف زي ما بقول لحضراتكم مهم وفي نفس الوقت يمكن معلومة بالنسبة لنا جديدة صباح الفل وخيان رحب دكتور ايمان المراجبي استاد طب المخوة العصاب جماعة عين شمس بونجور جدا بونجور صباح الفل عليكم وعليك وعلى عيونك اول مرة نطلع مع بعض لكن يعني ملف كمان مهم جدا احنا اول مرة يعني مع بعضينا على الهوى لكن بنناقش ملف فغاية الاهمية وربط انا نفسي اول مرة زي ما كنت بقوله عرفوا اعلقة السمنة بالصداع بصي بقى ستي اول حاجة السمنة دايما الحاجة اللي فيها سمنة تزود لي ضغط المخي يعني انا لو مريضة عندها سمنة تبصي تلاقي ممكن جدا يحصل لها زيادة في ضغط السائل النخاعي بتاع المخ سبحان الله يبتدي افراز السائل النخاعي يزيد والتخلص منه يقل يبقى يعمل لي ايه يعمل لي زيادة في ضغط المخ من الاخر زيادة في ضغط المخ يبتدي يعمل لي ايه تشوش في الرؤية تلاقي جلها مية على الراتنة يعني ده زي سائل بينتج من السمنة نتيجة للسمنة يعني انا كل ما بقى سمينة يبتدي يحصل معي تكوين زيادة للسائل النخاعي والصرف بتاعه بيقل يبقى انا بكون سائل نخاعي والتصريف بتاعه بيقل فوجدوا في حالة زيادة ضغط المخ ده ان السمنة احد اهم العوامل اللي بتعمل الموضوع ده فطبعا الشكوى تكون ايه لما الواحد يحصل عنده بعد الشر زيادة في ضغط المخ يبتدي يحصل صداع وبيبقى صداع الحقيقة رخم جدا يبقى جديد وبيبقى معاه زغلالة في العينين يعني ما تلاقي مريضة عندها زيادة في الوزن وجاية بتقول لي صداع بحترم الصداع ده قوي لان احنا بنتطر نعمل لها طبعا اول حاجة بنعمل لها مقطعية على المخ او رانين على المخ حسب المكان عندي متاح في ايه وتاني حاجة بعمل لها بعد كده بزل من الظهر يعني ايه بزل من الظهر بندخل ابرة بين الفقرات في مكان معين بحيث ان انا بقيس الحاجة اسمها اللي هو الضغط السائل النخاعي ده بقيسه بمعيار معين وبشوف اذا كان في زيادة ولا لأ ولو في زيادة ببتدي اصحب شوية من السائل ده موضوع كبير جدا وكمان قد يؤدي حسب ما انا يعني قريت ان هو قد يؤدي لأمراض في المخ بالضبط ما هو زيادة ضغط المخ دي ممكن تعمل لي مشاكل طبعا اول حاجة الزغلالة بتاعت العينين دي لو ما تعليكش كويس ممكن تعمل لي مشكلة في العصب البصري بتاع العين قاع العين يبتدي يحصل فيه ارتشاح والعصب البصري ده جزء من المخ على فكرة احد عصاب المخ فتبتدي المريضة تقول انا مش شايفة فاحنا دخلنا في عدم رؤية يعني لو ما تعليكش مظبوط ودكتور شاطر نقلهاش ده اصدقى نصفي ومشى الموضوع كده على السريع لا فيه وقفة نعمل رانين مغناطيسي على المخ ونعمل بزل من الظهر ونقيس الضغط بتاع السائل النخيعي ونقول لها حضرتك عندك زيادة في ضغط المخ يبقى ساعتها بديها ادوية بتقلل التكوين بتاع السائل النخيعي دوت وبديها حاجات علشان تخس بحيث ان انا اساعدها وهتقولي لي انا اللي بديها او انا اللي بديها لان انا عارفة كويس ان انا محتاجة انزل بسرعة الوزن بصورة يعني سريعة بجانب الادوية اللي انا بديها لان الادوية الوحدها طول ما هي لسه عندها زيادة في الوزن يبقى انا كده مش هنوصل لها طب معيش هو ممكن واحدة تكون جيالك مش شكلها مش تخين او واحد يعني شازم واحدة بس الكتلة الدهنية عندها هي دي اللي عملة وزن عالي ولا الموضوع يعني ممكن حد يقولك انا اهو الشيب بتاعي مش تخين بس يطلع عنده دهون كتيرة جدا هل الدهون هي المقياس ولا ايه بزرط الدهون والكتلة اللي هي مؤشر كتلة الجسم اللي اتنين مهمين يعني ممكن حد يبقى رفيع بس الدهون عنده كتير فده برضو يندرج عليه اللي حريك بتكلمي لا هو ده يعني ده امره سهل شوية احنا بنتكلم اكتر على اللي عنده كتلة الجسم كلها عالية اوكي ده مثلا فوق التلاتين كمجموع لما تتحسب الوزن على الطول على هدهن بزبط ان احنا بتشوف المعدلات بتاعت البروتين والدهون في الجسم وواواوا يطلع لي في الاخر المؤشر دايما الميزان بيديك في الاخر مؤشر اللي هو البي ام اي ده بيروح مديني ان المريضة دي عندها فعلا زيادة في كتلة الجسم وده معناه ان هي عندها سمنة وليها مراحل لأول بتبقى سمنة عادية ووفر ويت وبعد كده بتبقى حاجة سمنة مفرطة اللي هي بقى المعدلات العالية قوي فلازم اتدخل وعالج الموضوع طب هعالج ازاي احنا قلنا الجزء الشق بتاع المخو العصب الشق التاني اننا عايزة نزلها في الوزن وطريقة بقى سهلة يعني خلينا بس انتفق على حاجة دكتور ايمان لان الناس كلها عايزة تخص ده يعني مش حاجة جديدة حلمنا كلنا ده مطلب جماعي حتى لما منزيد 2-3 كيلو برضو بتبقى عايزة تخصهم فمن 2-3 كيلو لغاية 50-60 واكتر اوكي فانا دلوقتي عايزة وصفة او عايزة طريقة او عايزة حل من دكتور ايمان بحيث ان انا اقولها للناس الناس اللي عايزة تخص ومش ملتزمة في الجيم وبتعملش حركة ومعندهاش نظام اكل ساحي يعملوا ايه بالزبط ودي في حالة السيدة اللي احنا بنتكلم عليها اللي عندها برضو زيادة في ضغط المخ يندرج عليها اللي حضرتك قلتين لان في البداية لو انا عندي سمنة مفرطة او انا عندي سمنة ببقى صعب ان انا اتحرك واروح جيم انا ممكن لو روحت جيم ولعبت على تريد ميل مثلا ممكن يحصل لي مشكلة في الركب يتقطع الربط الصليبي حاجات دي مشهورة جدا دايما حتى نقول لهم لما تروح الجيم بلاش تعيش في دون ان انت بقى الشامبيون بقى لدخل الكساري الدنيا لان احنا عندنا وزن زيادة لاربطة فيها مشاكل الضهر تعبان في نزل قدروفي مش عارف ايه حاجات كتيرة فبلاش الحمسة ازاي دا فياريت نخسي الاول قبل ما روح الجيم انا دايما نقول كده يعني خسي الاول شوية وبعدين روح الجيم مرسي بقى وعملي اللي انت عايزي طيب هنعمل ايه هندي حاجة اسمها بيستا البيستا البستا منتج طبيعي 100% كله الياف طبيعية بيحتاجها جسمنا اللي هو ظاهر على الشاشة مكون من 3 الياف رئيسية اللي هو ردة الامح والسيليم والشوفان التلاتة دول من الحاجات المهمة جدا لجسمنا واللي بتديني احساس بالشبع ومعاهم كمان الكروميوم الكروميوم ده بيزود الحرق والحرق طبعا في السيدة اللي احنا وصفناها او في اي حد عنده صدع ناتج عن برضو زيادة ضغط المخ عادة الناس دي بتبقى طالما معها سمنا بيبقى برضو عندهم مشكلة في الحرق فالكروميوم ده بيزود لي الحرق يبقى اذا المنتج آمن اللي هو الباستا آمن جدا 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 ما فيش اي خطورة منه ممكن نديه من سن الاطفال على فكرة من سن 13 سنة فما فوق امراض الناس اللي عنده امراض مزمنة ضغط و سكر مشاكل في القلب ما فيش اي مشكلة قولون عصبي اللي عنده قولون عصبي فيش مشكلة بالعكس ده بيحسن وظائف القولون كويس جدا والمعدة فاذا انا مع منتج آمن 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 يبقى نبتدي ناخد المنتج دوت كيس على كباية مية قبل الوجبات بنص ساعة حلو بطعم العصير العصير التفاح ايوه هو بطعم التفاح بس نقلبه كويس بل ان هو بيبقى يعني جربته قبل كده بيبقى يعني هاي نفسها تحت في الكباية بهو ده لحضراتك حطيتها على نص كباية ده فيه واحدة مرة عملت كده حطيتها على نص كباية بيظهر معها المنظر ده انا قلت لها كباية كاملة لازم كباية كاملة ممكن نحطه على عصير وممكن نحطه كمان على لبن منزوية دسل اه طب دي معلومة حلوة انه ممكن حد يقولك طعمه بارتس تيل نغير كل شوية هو طعمه وفوش مشكلة حوص اوكي طب انا عايز اعرف ايه الوزن يعني اللي هو الوزن الامتة 40 كيلو اوفر ويت ولا 50 ولا اقل اللي انا اخاف منه فجزئية انه ممكن يؤثر على المخ ويبدأ انه هو يجيب لقدر الله يا مرض يا صداع والله من اول بداية الوفر ويت يعني حتى مش لازم سمنا مفرطة يعني لو اوفر ويت كيلو اثنين برده لو اوفر ويت كيلو اثنين لا بصراحة بس ممكن مثلا من بداية من عشرة كيلو تبتدي تلاقي الموضوع ده بيظهر اوكي وانا شفتها في حالات اكثر من كده كمان يعني اللي هما بيبعندهم سمنا مفرطة دول تقريبا تقريبا عندهم المشكلة دي وخصوصا كمان لو هي بتاخد حبوب منها الحمل على فكرة يعني لو هي كمان بتاخد حبوب منها الحمل برضو دي بتزود قابلية زيادة ضغط المخ فبيبعندها عوامل كتيرة ممكن تسبب لي المشكلة دي وطبعا الاخطر والاخطر مع السمنا برضو انه بيبقى دايما المعاملات التجلد بتتغير مع مريض السمنا تبص لقيها بترتفع قوي معاملات التجلد تبتدي تحصلها جلطات في أوردة المخ ياه ودي تعملي برضو زيادة في ضغط المخ إذن الموضوع ما هواش ده الموضوع صعب قوي يعني الموضوع فعلا صعب تتكلمي عن أبعاد مختلفة تماما الناس مشوعية لها على فكرة يعني فيه ناس تجيلي في العيادة الكلمة الشهيرة فيه ناس أدخن مني ومحصل لاش حاجة والله والله نصيبك بقى أنت عندك جيناتك عندك السمنة في العيلة وراسك ما نعالج نفسنا احنا عمليين نقر نفسنا وبالضبط كده يعني وده رد أصلا لصحبتي أدخن مني بكتير ومجحة بقيتنا بصي بلاش كلمة أدخن دي أنا بتضيقني ممكن نقول أكثر يعني وزنا لأن كلمة التخين دي مش كلمة حلوة باعتبارها النوع من التنمر شوية صحيح على كل حال إحنا معنا كيس لو تسمحي دكتور إيمان عشان نرجع لأن كلامك مهم جدا نشوفه بقى عملي أو تطبيقه على الأرض كيس معنا اللي هي أو مريضة يعني أو مش مريضة أصلا يعني خلينا نقول كيس إسراء إسراء جربت هذا المنتج بيستا وهي هتحكي لنا إيه اللي حصل معنا خلينا نتابع حكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي اسمي إسراء محمد منضوح سني عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خص كنت بعيني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة ضربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف أتحرق ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل كنت بأكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة إحساسي بعدا ما خصيت إحساس جميل جدا بعرف ألبس برحتي وبعرف أكل اللي أنا عايزاه وأتحرق وجسمي بقى خفيف جدا أنسح أي حدي جسمه مليان أنه هو يتابع مع بيستا موضوع سهل جدا من خمسة وتسعين لخمسين ما شاء الله من غير تدخل جراحي من غير أدوية بتؤثر على المخ من غير أدوية تؤثر على ضربات القلب بالضبط هذه بالضبط عاملة زي إيه حريك لبسة أبيض واسود هي دي أبيض واسود يا سمنة يا إم بالنسبة لطولها مش لبسة رمادي زي يعني أنا الرمادي إيه ده إحنا ما شاء الله مجمعين كل حاجة أبيض واسود ورمادي أنا بحب الأبيض والاسود ده على أساس أنه هو فعلا يعني أوصل أيديا الويت لازم أوصل الوزن المثالي لما أوصل الوزن المثالي جسمي كله هيرتاح هذيك خدت بالك أني بتقول نفسها كان تعبان طبعا وتلاقي الرقب بعد كده أساسا دي صغيرة يعني النفس كمان ده خطير جدا فإذا لو إحنا تكلمنا على البستة هنقول طبعا هي من شركة بايو ناتشرل ودي شركة بتتكلم كل منتجاتها طبيعية ومركزة قوي في موضوع السنة وتخسيس الناس بطريقة طبيعية وآمنة لأن الحقيقة حاجة السوق كانت محتاجة لوجود شركة زي دي يعني معظم الحاجات زي ما حريك عارفة بدون أسامي منتجات كان الناس بتتاخد حاجات ومضادات للحساسية مثلا وتقول لك أصل زيبت إيه بتثبت لي مش عارف إيه أصل ده بيعمل لي الشهية إيه أصل ده أدوية مش بتستخدم خالص لا في سمنة ولا في نحيفة والناس بتضطر تستخدمها لأن لعدم موجود منتجات أخرى طبيعية فإذا أنا بشتغل بطريقة طبيعية ما بأثرش على مراكز شبع بطريقة غير طبيعية ما عنديش أي كاميكلز موجودة ضارة دي كلها مكملات زيقية ناتشرل فإذا دي حاجة تحسب لشركة بايو ناتشرل الحقيقة وهي عاملة الموضوع زي حملة ضد السمنة حلو جدا طيب أنا عندي سؤال معلش هي لو حنتكلم عن إسراء وأي كيس شبهها 95 كيلو و50 كيلو فنتكلم في فرق كبير جدا طبعا 45 كيلو وفي نفس الوقت أكيد الأكل بتاعها يعني قل فبالتالي الفيتامينز اللي دخلها الجسم قلت بالزبط صح كده طيب طبعا في حاجات أو دهون أو كاربز وحاجات كده برضو الجسم ما كانش محتاجها كانت أوفر عليه اتخلصت منه بس على الصعيد التاني في في فيتامينز قلت فإزاي ممكن برضو إن أنا ما أقدرش إن أنا أو إن أنا زي ما أقولها كده خليني أقولها لك بطريقة بسيطة ما خليش الجسم يتعب من الأسلوب أو النظام الجديد بتاعي أو فكرة أن أنا أخذ حاجة زي كده هي أول حاجة إن هما انتبهوا للموضوع ده والشركة انتبهت بايو ناتشرال وعملت البستة معزز بحاجات وفايتامينز على الألياف دي يعني هي مش ألياف بس يعني في حاجات كروميوم في حاجات كتيرة قوي مواد طبيعية موجودة وعليه فيتامينز علشان تقلل فرصة الإصابة فيه فيتامينز برضو حسب منعها بالظبط جوه بساعد أصلا على امتصاص الحديد بالظبط جوه البستة فيه فيتامينز سي والفايتامينز سي بيساعد على الحر وبيساعد برضو فيه الإميونيتي اللي هي المناعة والنظارة والكلام ده كله خويس طيب احنا بقى عايزين ما نخليش جسمنا يتحرم خالص من الفايتامينز يبقى نديله كمان معي القلب مالتي فيت وده الحقيقة اللي هو مع البستة بنسميه الكورس الشركة بنزله كورس والمفاجأة إن هم عاملين الفايتامين دوت بيتاخد مع البستة لو أخذناه مع بعض من الشركة بيعملك يعني أسبوعيا متابعة مجانية على التليفون تحد اللي بيكلم الكلاينت ولا الكلاينت اللي بيكلم الكلاينت الكلاينت وانس إن هو أخذ اشترى المنتج دوت اللي هو الكورس على بعضه البستة والقلب مالتي فيت بيعملوله على طول متابعة أسبوعية لنزول الوزن ولا بيدفع حاجة دي مجانية أوكي وبيشوفوا التارجيت بتاعه إيه بيشوفوا الأمراض المزمنة اللي عنده إيه إيه المشاكل اللي عنده تحتاج تتزبط مثلا غضة درقية وووو يعني أي حاجة موجودة عنده السكر الضغط أي حاجة يزبطوه الدنيا مع داكاترا أو يقولوله ينصحوا يروح فين وفي نفس الوقت هم اللي بيعملوا التغذية على أعلى مستوى متخصصين مش كده يعني ناس كول سنتر بقى ما لهمش في حاجة لا دول داكاترا التغذية متخصصين ودي الحقيقة الشركة الوحيدة اللي عملت كده لأنه بتحافظ على فلوس المريض إنه هو ما يعودش يروح يعمل دايت عند داكاترا والمتابعة كذا والكلام دا كله لو جينا قاررنا بيستا بالعمليات اللي هي الجراحية كويس بزبط في ناس يقول لك لا أنا هلجأ للعمليات الجراحية عشان هي أسرع على الصعيد التاني أصلا عملية لما بتتعامل النتيجة بتبين بعد الشهور فهو نفس تقريبا المدة أو يمكن كمان بيستأقل فيه إنه هو يظهر الناتج لإنه هو الموضوع بيتكلم في 8 كيلو تقريبا في الشهر بالزبط من 8 إلى 12 كيلو لو أنا ماشي أو محافظة قوي في الأكل ممكن أوصل من 8 إلى 12 كيلو لكن العمليات الجراحية زي ما حالك قلت لأ النتيجة بتاعتها بتبقى أبطأ إن إحنا فجأة بنعمل تكميم أو بنعمل أي حاجة تحويل مصار أو أو وحياتي بتتقلب يعني ما بيرجعش آكل طبيعي دي نفس المعلومة اللي الناس تعرفها محدش بيقولك قبل ما تعمل عملية أنت مش هتاكل طبيعي تاني بيبتدوا يأكلوا كميات قليلة بس غصبا عنهم طب وليه أنا حاجة تكبرني أبقى غصبا عني طب أنا كأني عملت تكميم بالبستة بس بدون غصبا عني يعني أنا بأخذ الحاجة تقلل الكم اللي موجود في المعدة أقدر أكل حاجة نفسي فيها بس بكميات قليلة وأوصل للتارجت بتاعي من غير ما قطع ولا يعني أقص ولا ألزق ولا الكلام ده كله فبلاش على طول عمليات لا يعني نلجأ الأول للطرق السلمية اللي هي بصراحة البستة مع القلب مالتي فيت ما فيش حجة يعني أنا مش عايزة أقول حريكي أن في ناس كتير جدا أنا تبعتهم وعملوا نتائج حلوة جدا جدا وفي نفس الوقت بيكونوا مبسوطين عصبية أو نرفزة أو مش حاسين أنهم أكلوا كويس القصة دي بتفرق قوي فهي الحقيقة كورس متكامل وبجد شابو يعني لشركة بايو ناتشورل إن هي التفت يعني لفت نظرهم حتة كمان الفيتامي لذي أنا نحطها مع البستة بحيث القلب مالتي فيت يكمل البستة والاتنين يبقوا مع بعض هايل جدا دكتور إيمان تايب بصي بقى هو فضل تقريبا دقتين على انتهاء الحلقة أنا هستغل الدقتين دول معاك إن حضرتك تكلمي السادة المشاهدين أو المتابعين اللي نفسهم يجربوا المنتج وفي نفس الوقت عندهم تخوفات لأن معلش إحنا ثقافتنا الحاجة الجديدة بنخاف منها برضو إزاي ممكن نطمن السادة المتابعين دلوقتي وفي نفس الوقت إزاي بتؤكدي إن النتيجة هتبقى أكيدة يعني وممكن يقولك يا سلام يعني أنا لو أخدت بيستة مرتين ثلاثة في اليوم هخص من 18 كيلو يعني خلينا برضو نسبع من حضرتك دي حقيقة لو عملنا كده فعلا لأن طبعا إحنا قلنا ده منتج آمن فأنا بطمن الناس إن البستة ده منتج آمن تماما ده منتجات طبيعية ألياف طبيعية وعليها فيتامينز وعليها كروميوم اللي هو بيزود الحرق ما فيش أي مشكلة عندي خالص إن أنا أخاف لدرجة إن أنا عندي مرضى عندهم ضغط سكر مشاكل في القلب غدة درقية على فكرة يعني أنا دلوقتي لو زبطت الغدة الدرقية بالأدوية وديت مثلا في حالات نقص الغدة اديت الهرمون السيروكسين ده وكمان اديت عليه البستة بالعكس هيساعدني جدا فالموضوع آمن تماما دي فعلا يعني عن تجربة من مرضى كتير جدا 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 عندي وجابت نتائج هيلة وفي نفس الوقت بيزبط لي الهضم بيزبط لي القولون ومعاهم القلب مالتي فيت مفيش حجة هنقول ايه ثانيا جماعة هنقول ايه مفيش حجة اللي عايز يخسها هيخسها وفعلا الأمراض كلها منشأها السمنة حقيقي عايز اقول لحضرتك وقلنا الكلام ده الأسبوع اللي فات السمنة من أحد الأسباب الأساسية واللي نريد بتاعها عالي في الموت قد تؤدي إلى الوفاة حقيقي فياريت الموضوع ما نسيبوش انه هو يوصل هذه المرحلة اكيد محدش فينا حابب انه هو او حد من قبل ويوصل لهذه المرحلة خصوصا ان احنا في الفترة الأخيرة كمان بقينا نشهد سمنة عند الأطفال فدي حاجة مش مؤشرة او مش مؤشر جيد أبدا دكتور ايمان على كل حال نوارتينا وليسا ان شاء الله هيتكوني معانا في حلقات أخرى لان ملفاتنا لسا مستمر ومتخلص شكري جدا على متابعتنا وبشكر حضراتكم كمان على متابعتنا في عشر صبح في الأهلي وهذه الفقرة التبين شوفكم في حلقة جديدة وعش رسوك ما سلام